واحدة ثانية شافت انها استلمت شهادة التخرج وحاصلة في هذه الشهادة على تقدير مقبول اخذت الشهادة وهي تبكي وتقول ليش انا حصلت على هذا المستوى التعبير هذه الرائعة تنجح وتاخذ شهادة التخرج وتكون الدرجات الموجودة فيها او التقدير الموجود فيها مناسب لها وتلوم حالها ليش ما كنت جبت اكثر فهي كانت تتوقع شي زيادة اكثر من كذا لكن بالنسبة لها الدرجة مقبولة يعني اذا كانت حاطة في بالها انها تبغى تجيب امتياز امتياز بتفوق حتجيب امتياز اذا كانت حاطة في بالها مثلا انها تجيب مثلا ممتاز حتجيب مثلا جيد جدا مرتفع شي زي كذا طيب ايش الروابط هنا استلمت الشهادة معناتها خلاص خلصت دراستها وناجحة تقدر تتوظف تقدر خلاص انتهت هذه المرحلة بالنسبة لحياتها والتقدير مقبول يعني نال القبول بالنسبة لها نال القبول بالنسبة لها مش مقبول معناتها يعني لو نقصت درجة معناها راسبة تبكي هنا تفرح لان البكاء يعبر بالفرح اول شي البكاء يبرد على القلب ويبرد على الطحال فلذلك اللي يبكي بعدها يشعر بفتور ورواغان شوي ولذلك يقولون مثلا دمع سلوان الحزين طيب والواحد لا بكى لازم يجي لوقت يفرح فيه ولا فرح لازم يجي لوقت يبكي فيه ليش؟ لان الانسان يتقلب بين هذه الاحوال ما في شي يدوم في بكى معناتها بعدها فرح والله أعلم